السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شبابنا والنعم فقرات متعددة نقدمها لكم في هذه الأثناء تذكروا دائما مهما وصلتم من مراحل متقدمة وظننتم أنها النهاية لا زالت تلك البداية هناك إنجازات وأحلام عليك تحقيقها أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ونتمنى لكم متابعة شيقة اشتركوا في القناة أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في فقرة المبادرات واليوم حديثنا عن مبادرة بيت القراءة هذه المبادرة التي جمعت النساء الذي جمعوهن حب القراءة وهذا الشغف الثقافي رح نتعرف حول هذه المبادرة أكثر وأكثر مع الفنانة التشكيلية حليمة البلوشية أهلا وسهلا بك حليمة أهلا وسهلا أقتل معها حياكرة في برنامج الشباب والنعم وأنا ذكرت الفنانة التشكيلية وطبعا هذا مجال آخر بعيد عن القراءة رح نتحدث عنها في وقته والآن رح نركز عن هذه المبادرة مبادرة بيت القراءة في البداية شغف حب الطلاع وقراءة كثيرة في مجالات عديدة هي أكيد التي ساعدت أن تظهر هذه المبادرة حدثين عنها فكرة المبادرة بدأت تقريبا من سنة ونص تأسسنا كمجموعة فقط نسائية عبارة عن أنا وصديقاتي فقط الفكرة أول شيء طبعا مصدرها حبي للقراءة حب قديم هو ارتباطي مع الكتب والقراءة من أيام نحن أختي المهة نرتبط ونحن صغار بعادات جميلة منها القراءة والرسم وأشياء أخرى فقط أول ما نكبر ونتخرج ونبدأ نشتغل مع تكاثر المهام والمسؤوليات نبدأ للأسف نترك هذه العادات لكن بعدها مفرط الوقت باعتقادنا وسبح الله مع الأيام حسيت أني لازم أرجع أقرأ حسيت أني خلاص بدأت ما أقرأ أبدا حسيت بفراغ كبيرا بفراغ يعني فيه أشياء كنت أحبها وتركتها وأريد أرجعها فسبحان الله يعني فجأة في يوم كذي قلت لش ما نأسس نادي للقراءة طبعا بنقاش مع مجموعة من الصديقات في واحدة منهم بالذات يعني زرعت هالفكرة في مخي لكونها تعرف أني أنا أحب القراءة أصلا فبس قررنا نأسس هذه المجموعة بدأنا كمجموعة في الواتساب وبعدين توسعنا وأسسنا الحسابات في قنوات السوشال ميديا والحمد لله يعني بدأنا أول لقاء لنا أذكر شهر ثمانية 2016 وكان لقاء موفق الحمد لله يعني جاءت هذه المبادرة كحل كحل أنك أنت بتعدي الفترة طويلة عن القراءة بسبب أعمار كثيرة والحياة الروتينية وما إلى ذلك ولكن من أجل الرجوع القراءة والالتزام بذلك حبيت أنك تأسسي مثل هذه المبادرة وهذه المجموعة بالضبط هو يعني فعلا أني كأني أريد ألزم نفسي أحيانا الالتزام شي جميل يعني صحيح فلما تتركي نفسي كذي على راحتك أما أعتقد راح تعملي شي فقلت ما في حل غير أن ألزم نفسي أو أكون في كذي موضع مسؤولية أمام الآخرين ونلزم نفسنا بقراءة وفعلا بدأنا بخطة أنه نخصص لنا مثل قراءة شهرية حتى عملنا برنامج سنوي لهذه السنة حددنا أسماء الكتب والأوقات والتواريخ وكل شي والكتاب اللي راح نقرأ لهم وبالمناسبة يعني إحنا حتى هذه الفترة مركزين على كتابنا العمانيين يعني ما يصدر نقرأ للآخرين ونهمش كتابنا فألقينا الضوء على الكتابات العمانية ومشاء الله قرأينا مجموعة حلوة حسنا صدفناهم في لقاءاتنا هم صدفونا في أماكنهم فكانت لقاءات جميلة وممتعة والميزة أيضا في هذه اللقاءات أن المناقشات تكون ثرية يعني كل وحدة رأيها يكون مختلف بالمرة عن الآخر مع أن كلنا قرأنا نفس الكتاب نفس الرواية بس كل واحدة تطلع بوجهة نظر مختلفة عن الثانية فنستغرب يعني كيف مثلا هذه حصلت هذه النقطة أنا ما شفتها صحيح وجميعنا وهذه النقاشات كلها توثق عبارة عن ملخصات وتنزل في حساباتنا مع صورة الكاتب أو صورة اللقاء أو صورة الكتاب يعني جيد تفاصيل جدا جميلة حول هذه المبادرة ورح نتحدث عنها دباعا لكن نتحدث عن اسم المبادرة بيت القراءة إيش سبب المسمى؟ من نفس الشي جلسنا إحنا الصديقات مرة ثانية مع بعض اللي حين مجلس الإدارة إحنا كنا نبي نعمل اسم مميز للمبادرة اسم يعني تحسيه كذي فعلا يناسب البيت أو يناسب المبادرة بما أننا مجموعة نسائية وبما أن المرأة هي أساس البيت وهي اللي تزرع قيم حلوة في نفوس الأبناء فقلنا أن بيت القراءة البيت دائما من وجهة نظري أنا البيت دائما للمرأة هي ملكة البيت فمن هنا انطلق اسم البيت فكرة البيت بما أن الرؤية هي مرأة قارئة بيت قارئ مجتمع مثقف ففعلا حسنا أن اسم المبادرة أصلا مقترنة بالمرأة لذلك المبادرة النسائية أكثر شيء جميل مثل ما ذكرتي المرأة هي وين مرجعها وأساسها البيت وهي أيضا عمود البيت فإذا تثقفت المرأة واتطلعت وتعرفت على مفهوم القراءة وأساسيات القراءة أكيد راح تنشئ جيل قارئ مستقبلا طيب مجموعة من النساء اجتمعوا في هذا البيت أو هذه المبادرة منهم النساء منهم العضوات أيضا خبرين عن مجالاتهم هل هم طالبات ربات منازل هل هم وظفات أيضا هم من جميع الفئات المجتمع معظمهم مظفات قليل منهم ربات وعدد قليل جدا طالبات فتشكيلة فعلا منوعة من الفئات المختلفة ومشاء الله مميزات في خلفياتهم الأكاديمية وفي منهم رواد يعني رائدات أعمال جامعيات في عنا حاصلات على الدكتورة بس فعلا مجالات متنوعة وأثرية ونفتخر فيهم في بيت القراءة وين عادة هذا البيت يكون هل هو موقع خاص بالبيت أو بالمبادرة أو أن تتنقل مواقع مختلفة؟ والله حاليا بما أنها مبادرة تطوعية نحن ما عندنا مكان محدد بس الحمد لله يعني يتم إصطافتنا أحيانا مثلا في دار نشر في بيت إحدى العضوات أو في مكان معين أو في مقهى مثلا وهذا التنوع صار مثل ميزة الآن عندنا ونستمتع فيه ككسر روتين أيضا ككسر روتين وحتى نحس فيك مثل كذي شوق من القارئات والعضوات وين ترى وين رح يكون اللقاء القادم وهي اللقاءات أيضا تحدد شهريا صح مرة واحدة في الشهر؟ بالضبط طريقة اللقاءات أنها شهرية مرة في الشهر نتفق على رواية أو كتاب معين وجميعنا نقرأ وبعدين نلتقي ونناقش الكتاب حدثنا كيف يتم الاتفاق عن كتاب معين يعني المجالات كثيرة منها الروايات الأدب العلوم التاريخ وما إلى ذلك وأيضا تنمية الذات لها دور في ذلك حدثونا أيضا المجالات التي تقروا فيها كيف يتم تقسيمها وكيف يتم تحديدها إحنا إيش عملنا في البيت؟ عملنا مثلا تقسيم أدوار بين العضوات يعني مثلا إذا في عضوة كثير شاطرة فنوكلها هذه المهمة يعني عندنا مثلا إثنين عضوات أعطيناهم هذه المهمة إنهم يقوموا باختيار الكتب بس من جميع المجالات يعني مثلا من كل مجال مجموعة كتب وفي النهاية يصبح مثل فرز بعدين أنا أطلع كرئيسة للبيت أطلع على المجموعة كلها مثلا ممكن أستبعد بعض الكتب أو أني أزيد من عندي بعض الكتب وبالتالي نعمل مثل جدولة للكتب هذه مثلا شهر واحد هذا الكتاب وشهر اثنين وفي النص أحيانا نترك مجال للقراءات الحرة وما نحدد كتاب معين يعني مثلا هذا اليوم ليش نخليه حر على أساس أن القارئة يمكن تحب تيجي تقرأ في مجال اختصاصها مثلا واحدة في أمور بنكية أو مثلا واحدة في الموارد البشرية أو مثلا واحدة في تطوير الذات فتحب تيجي مثلا تقرأ في هذا المجال اختصاصها فنترك لها المجال في هذا اليوم هي حرة أنها تناقش في اللي هي تحب تتكلم عنها يعني بدون إلزامها بمجالات معينة أبدا طيب ذكرت نقطة هي بأنك أنت رئيسة هذا البيت تختاري الكتب التي تشوفها مناسبة تستبعد بعض الكتب وأيضا تضيف الكتب إيش هي المعايير اللي تخليك تختاري كتاب عن غيره وإيش هي أيضا المعايير اللي تخليك تستبعد بعض الكتب يعني مثلا من سياسات البيت أنه نستبعد الكتب السياسية والدينية يعني هذا كان واضح من البداية أنه إحنا ما نتكلم أو ما نقرأ في الكتب لأسس هذه الأمور ممكن تدخلنا في متاهات وجدالات إحنا في غناء عنها وإحنا في النهاية يعني نادي ثقافي فكنا من الأفضل من البداية نستبعد هذا أنه نعمل الكتب اللي دايركت اللي تحس مباشرة تتكلم مثلا في أمور السياسة أو أمور الدين اللي إحنا أصلا يمكن ما مختصين فيها لذلك إحنا نستبعدها وإيضا إحنا آلية أنه كيف نعرف الكتب الجيدة طبعا إحنا نروح مثلا نطلع الريفيو عن الكتاب نفسه يعني عدد القراء وإيش نقال عن الكتاب مثلا ومن الكاتب أصلا الكاتب مثلا أحيانا يعني وش فعله أصلا فبس هم فيه شغلة ثانية مش دايما يعني اسم الكاتب أو الكتاب المشهور يجذبنا أو خلاص يكون هو هذا الكتاب اللي لازم نقرأ إحنا من خلال هذه السنة نص تعلمنا إشياء أنه مش كون الكتب المشهورة المعروفة فيها قيمة فيها قيمة وتستحق القراءة للأسف يعني أحيانا فعلا يعني تشوفي كتاب مهمل يمكن يعني ما كثير ناس يقرأ أو كثير ناس ناسينه بس لما تقرأي تشوفي فيه قيمة عالية جدا يعني والكل يستمتع فيه عطينا أبرز الكتب اللي قريتوها مثلا قرأنا للكاتبة التركية ألف شفق قرأنا لها قواعد العشق الأربعين وقرأنا لها حليب أسود هذه اثنين من أفضل رواياتها ومن أرواع رواياتها بأمانة وقرأنا أيضا الكاتبة الكويت السعود السنعوسي قرأنا لهم ساق البامبو وقرأنا لهم مؤخرا حمام الدار وفئران أمي حصة وقرأنا الكتاب عمانيين مثل الكاتبة بشرة خلفان الوهيبي قرأنا لها رواية الباق رواية الباق العضوات في البيت كثير أغرموا بالكتاب وصدفنا حتى الكاتبة عندنا في بيت القراءة وروحنا على باخرة في البحر في لقاء رواية الباق عساس نعيش الجو جو البحر وأجواء مسقط وكتاب آخرين كثير بالإضافة إلى كتاب أجانب مثل باولو كويلو قرأنا له كثير أيضا من الكاتبة برازيلي من الكتاب يوجد انجذاب لرواياته وكتاباته جيد لكن حليمة ما ردك للي يقول أن قراءة الروايات مضي على الوقت لأنه لاحظت من حديثك إنه ما شاء الله عدد كبير من الروايات قرأته وسواء كانت العمانية العربية وما إلى ذلك إيش ردك للي يقول أن اللي رح يقرر الرواية ما رح يستفيد حاجة أو أن يضي يا وقت إحنا لا ما نركز كثير عن الروايات صحيح قرأنا مجموعة كبيرة من الروايات بس بين فترة وفترة في تنوع في تنوع ليش تركنا أيام حرة للقراءة عساس مثل ما خبرتك نترك المجال للقارئات أنهم يقرؤوا في مجال تخصصهم إحنا كثير ناقشنا كتب في تطوير الذات من أشهر الكتب كتاب السر إذا سمعت عنه The Secret السلسلة كلها أعتقدهم ست أجزاء أو خمسة حتى في رمضان كان في لقاء روحاني جميل بصدافة ماما كلثم كانت معنا في اللقاء وناقشنا جزء من هذه السلسلة أيضا وعملنا كذا جلسات مثل جلسات تأمل مش فقط قراءات وبالنسبة لردنا على هذا السؤال أن روايات مضيعة للوقت مش كل روايات ودني أن الروايات هي نوع من الأدب بالضبط مش كل روايات فعلا في روايات مضيعة للوقت هذا حقيقي بس في روايات بالعكس تعلمنا في روايات أصلا قصص تاريخية قصص أدبية في روايات سيرة حياة يعني مثلا قواعد العشق الأربعين سيرة حياة جلال الدين الرومي في نفس الوقت وقرأنا روايات أخرى أيضا استفدنا منها كثير تحسي أن فعلا فيها قيم أخلاقية قيم لغوية أيضا لغوية وفلسفية يعني ثقافية فيها بالعكس الروايات أنا أحسي الروايات هي اللي فيها تنوع ثري في جميع الخلفيات نعم يعني تحصلي فيها كل الفكر المتنوع تحصلي في الروايات ومن خلال وجهة نظري واللي أشوفها من الأشخاص اللي حوالي اللي حاب أن يبدأ في مجال القراءة وأن يحب بنفسها بالقراءة يبدأ بالروايات لأن الروايات يبدأ بالروايات الخفيفة مثلا كمية أحداث أيضا وتجذب القارئ وحتى كتب تطوير الذات فيه الحين طالع كتب خفيفة باللغة بسيطة وفكر حلوي يعني مثل الحين مؤخرا كثير نسمع عن كتاب سحر الترتيب لكاتبة يابانية جميل جدا وحتى يعني الأعداد فيه أعداد كبيرة يعني نسمع عنها اللي يقرؤون عن هذا الكتاب ويهو موجودة نفس الشيء في الخطة القادمة إن شاء الله لقراءة هذا الكتاب وفيه عضوات أراد يقرؤوا الكتاب أصلا جميل ذكاتي أيضا حليمة من حديثك أنكم تستضيفوا الكتاب بإنفسهم ببعض إيش القيمة المضافة والاستفادة اللي أنتو تحصلوها بعد استضافة الكاتب وأيضا بعد قراءة الكتاب يعني القيمة إن إحنا نتقرب لفكرة الكاتب يعني مثلا هو يعني يختلف لما نكون مع الكاتب وجها لوجه نسمع فكره إيش بالضبط هو إيش كان يريد يوصل في الكتاب أصلا أعطيش أكبر مثال يعني لما قررنا الكتاب سعود السنعوسي رواية حمام الدار الكتاب عبارة عن لغس فعلا أنت لما تروح تقرأ الكتاب الكتاب واجد لغس يعني يحير في البداية يتضيع فيه شويات يقولي إيش يقصد الكاتب يترى إيش يريد من هذه الفقرة من هذه الصفحات وبعدين مع الوقت مع الصفحات المتكررة مع الصفحات القادمة تتكشف أمور وفعلا الكاتب حضر معرض الكتاب هذه السنة وعملنا معاه حوار وطلع أنه يتابع بيت القراءة ويتابع نحن لدينا قناة يوتيوب وتابع الحوار ناقشنا الكتاب وتابع الحوار كثيرا أعجب بالحوار وأعجب النقد أكثر وأخذ بعض الأفتات بالضبط هو يعني حتى أعجب بالقارئات اللي ما حبوا الكتاب فيه قارئات ما حبوا الكتاب يعني شافوا أنه صاحب كثير وأنه كثيرا غامض جدا يعني فهو قال ليش غامض وهو إيش كان رديو يوصل حتى هو ذكر أنه فيه قارئات توصلوا للحل توصلوا يعني للسر اللي في القصة في البداية أحب أشكر بيت القراءة على مناقشة حمام الدار تابعتها بأمان على اليوتيوب تحمس جدا لحماس القارئات اللي ما عبوا العمل واللي حبوا العمل أيضا والنقاش اللي دار بينهم جميلة فكرة أيضا مجموعة القراءة يعني الداتي إذا تكلمنا عن صورة المرأة العربية يعني من يشوف هذه الجالية اللي موجودة من العمانيين ورمانيات ومأختكتين من مصر وحبتنا العرب يعني حالة صحية وجميلة جدا فيه التقاطة يعني أحد الأخوات ممكن هي اللي شدني كلامها اللي انتبهت إلى مسألة لون العين اللوزية نعم مفسرة الأمر ويبدونها سلمت مفاتيح جزء مفاتيح النص لبقية القارئة وكان خطأ نحن حطيناها أول واحدة كان مفلوض نحطها الأخيرة لأننا نعتقد هي كانت الأقرب للحلل تقويلها كان غريب كان موسح هذه كل الحديث عن مبادرة بيت القراءة ولكن ما ودي نختم اللقاء له ونعرف عن نشاطك في مجال الفن التشكيل حثينا عن هذا النشاط على عجالة أنا فنانة تشكيلية يعني من زمان بس للأسف مثل القراءة تركت الفن والرسم فترة طويلة يمكن أكثر من عشر سنوات أو خمس طعام سنة وبس رجعت على بداية 2014 والحمد لله وأنا عضوة في جامعية الفنون التشكيل عضوة قديمة جدا يعني فرجعت بهمة وبنشاط الحمد لله وأشارك دائما في المحافل الفنية سواء خارج السلطنة وداخل السلطنة المعارض السنوية للجمعية عملت معرض شخصي واحد وإن شاء الله في القادم أجمل في القادم أجمل إن شاء الله وأشارك مع الفنانات معارض الجماعية وعندي أعمال وأقتنيت أعمال وأنا يعني تم اقتناء أعمالي الحمد لله ومؤخرا شاركت في منتدى السيابي للفنون لو سمعت عنه ورجل أعمال الشخ سالم السيابي هو رجل أعمال لو حاب يستثمر في الفنان العماني أو في الفن بشكل عام وأيضا شاركت في مشروع المطار الجديد بأعمال فنية طلب مننا نعمل أعمال فنية تعلق في ممرات المطار جميل جدا نحن نتمنع لكل التوفيق حليمة البلوشية وأيضا مبادرة بيت القراءة شكرا شكرا أختي المعنى يرسلنا إذن مشاهدين هذا كان حديثنا عن مبادرة بيت القراءة ودائما ما نردد أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم مشاهدين في فقرة شباب كومبين حديثنا المتنوعة من هنا وهناك وصلنا والحديث الآن عن البرمجة الإلكترونية مع معتصم الحضرمي أهلا وسهلا بكم معتصم أهلا وسهلا بكم البرمجة الإلكترونية تكاد جزء لا يتجزء الآن من حياتنا اليومية كوننا نواكب هذه التطورات وعصر التكنولوجيا لكن دعنا نتحدث عنك لأنك ما تصمت كيف دخلت هذا المجال أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم دخلت هذا خصص بداية مرحلة القامعية أنا دخلت لكلية العلم تطبيقية دخلت تقنية معلومات فبدأت في تقنية معلومات ولاحظت أن التخصص الوحيد اللي كان يشد انتباهه بشكل كبير عمليات البرمجية كتابة الأكوال البرمجية وغيرها فكان هذا الدافع الأول فاستمرت عليه ومشهد يعني في البداية هذا اللي فات انتباهك وشد انتباهك اللي هو التخصص بحذ ذاته طبع جميل لكن أتوقع هذا التخصص يعني يخلي فرصة للمبرمج أن يتخيل يشغل الخيال اللي هو إيش البرامج اللي يحتاجها السوق إيش البرامج اللي هو أيضا يحاب أن يوصلها للمستخدم صحيح طبعا يمارس الخيال يتابع المستخدمين كذلك ينتق حلول للأشخاص اللي يستخدموا الحواتف النقالة حواسيب نعم أشياء كثيرة أيوة خبرنا عن أبرز التطبيقات أو البرامج اللي برمجتها أبرزها حاليا يقلل تطبيق في سوق بلي اسمه كرياتيف هانس لأيدي المبدعة هذا البرنامج مختص لأصحاب لأيدي المبدعة أحمال يدوية أحمال حرفية أي شخص يحبه يمارس شيء بيديه أيوة فبإمكانه أن يرفع فيديو تعليمي يعلم الناس يعطيهم شيء من مهاراته وخبراته وكذلك شيء سوق بسيط جدا ينتج منطقات في إمكانه يبيعها ويشتري من خلال استخدامه لهذا التطبيق تطبيقات أخرى أيضا شتغلت عليها تطبيقات أخرى مواقع إلكترونية مواقع فيه واحد منهم موقع داخلي لأحد الفنادق تجاري تجاري يريهم خدماتهم مثلا تنظيف الغراف استجار سيارات كافة الخدمات المرتبطة بالفندق أيوة أيضا فيه أعمال أخرى أو برامج أخرى حاليا نعمل مع شركات أنظمة داخلية نظام ترتيب ملفاتهم الحين كثير منهم يحبوا الأعمال الورقية تملأ الملف فكلهم يرتبوهم داخل الملف أو برنامج النظام داخلي أيوة بيقهزتهم جيد يعني الكثير من البرامج ولكن المبرمج قبل لا ينشأ أي برنامج أو ينزل في جوجل بلاي أو الأبل ستور يفكر أنه هل هذا البرنامج يحتاج للمجتمع أم لا إذا تحدثنا عن برنامج كرييتوف هاند يعني هل أيضا فكّز أنه هل مجتمع يحتاج له والله إيش السبب اللي ساعدك أنك أنت تنشأ هذا البرنامج هذا السبب الأول أني أحب أعمل بيدي أكثر لأشياء أعملها بيدي عندي أعمال يدوية بسيطة يعني أنت واحد منهم واحد منهم فما لاحظت أنه مثلا أماكنت تجدلني أشخاص يعلموا أو أشخاص تستندق منهم غير المواقع الإلكترونية تبحث بذاتك إذا حصلت شيء مركزي أو مركز على شيء هذا المطلوب فبإمكان أتعامل معه بشكل أكثر هارف طيب كيف شفت الإقبال بعدما نزلت إقبال المستخدمين إقبال بسيط لحد الحين ليش لأنه لم أعملت له ترويق بشكل صحيح لحد الحين لكن ما زال هو في طور التطوير من الخطة طيب والأعمال الأخرى هي أعمال تجارية تعتمد على حسب الطلب طيب نتحدث عن الطلب الداخلي والطلب الخارجي من قبل المبرمجين والمستخدمين كيف عشى السوق سوق العماني ما زال فيه نشأته الحين بعد حصل قلة المبرمجين يطلبوهم تحصل أكثر الطلب خارجي فنتعاملت مع أشخاص خارجيين زبائن خارجيين بحد ذاتي فكان الطلب الخارجي من خلال جهدك الشخصي طبعا طيب سنتحدث عن المجالين أو العاملين إذا تحدثنا عن العامل الخارجي ما الذي يساعدك أنت معتصم أنك تتوصل للسوق الخارجي كون أنك تبعدك أصلا ما بنيت أساسك في السوق الداخلي هذا الذي ساعدني المحتوى الخارجي تقبل الناس في الفئات المختلفة دول مختلفة للمبرمجين وإن كانوا مبتدئين أيها نذكر أهم مواقع اسمه فريلانسر بإمكانك تكون شخص مبتدئ وتعمل على مشاريع بسيطة لحد ما تطور ذاتك فهذا يساعدك تطور بنفسك تعرف بنفسك للعالم فكان مميز جدا في مرحلة البداية وأنك توصل للطلب الخارجي بشكل أوسع وتتعامل مع مؤسسات عديدة طيب إذا رجعنا شوية على الداخل إيش السبب الذي يجعل العميل أو الزبون ما يوثق بالمبرمج العماني المبرمج العماني ما زال ناشئ بشكل عام لازالت بداياتها متواضعة متواضعة جدا البرم مواهب كثيرة وماشاء الله في كثير مبرمجين تعرفت عليهم هنا ينتقوا أنت قاعد لا بأس بها لكن ما زال يحتاج لنا تطوير سوقنا بسيط نازل نحتاج نطوره ننشئ فيه أكثر طيب يعني العوامل هي اللي تتحكم بهذا الشيء عديدة أنت ذكرت السوق السوق طيب بسيط وأيضا الطلب بسيط ولكن تتحددنا عن العرض واللي هو المبرمج بنفسه بحد ذاته ليش ما يعمل ويبحث كون أن التكنولوجيا ما هي جديدة حاليا في عصورنا البرمجة صارت من سنوات عديدة يعني مش وليدة اللحظة ليش لازالنا يمكن المبرمج العماني يعتمد على الآخر المبرمج العماني معظمهم يبحث عن الوظيفة المستقرة لا لا تحصل لحد يحبي يغامر وينشئ بنفسه عمل حر نعطها في كثير منهم الأشخاص الحين أنا بدأت عمل حر أخاف أني أخسر أخاف صحيح هذا الاحتمال ضروري أن يضعها ضروري أن يعملها لكن أنت كما مبرمج كإنسان خبير في تقنية المعلومات لا بد لك من الحرية بدأت واصل تعامل مع أكثر من شيء لكي تصبر خبير وبدأ في مقالك وإذا تحدثنا عنك أنت وين وصلت في هذا التنشئ أو هذا العمل مع نفسك أنا لقدر نقول أني وصلت مرحلة أفضل من غيري وإن كانت تعمل على نفسك بشكل كبير بشكل كبير جدا واتطورت وإن كان ما ليه إنتاجاتي كما تقول لي شارك في وظيفة ثابتة أيو لحد الحين لكن بما أن إنتاجاتي في السوق العالمي وصلت وصلت مرحلة مميزة تعاملت مع أكثر من طريقة أكثر من لغة برمجية أكثر من محتوى فكانت خبرة عالية جدا جيد يعني وأكيد أنت ما رح توقف عند حد معين رح تستمر في التطور والتعلم لكن بما أنك ذكرت اللغات البرمجية يعني عالم التكنولوجيا من العوالم الخطيرة وأن المبرمج يعني أنا ما عندي خبرة في هذا المجال ولكن يكوني مستخدمة لهذه المجالات أنتوا أدروا بذلك الثغرة سهل أنها توصل وأنها تسهل للقرصنة أو القراصنة الإلكترونيين مثلا أن يقرصنوا هذا البرنامج وأنه قد يؤدي إلى سرقة البيانات المستخدمين كونك أنت مبرمج أكيد تحاول أنك تسعى إلى تغطية هذه الفجوات وأنك تحاول أنك تبتعد عن مراكز الخطر فكيف تحاول أنك أيضا يتوازن ما بين هذا الشيء هذا الشيء ضروري في كل محتوى مهما كان بسيط أو كبير أنت تبحث عن الأمر مثلا عندك ثغرة بسيطة تبحث عن سببها تبحث كيف تغطيتها بالكل برمجي أساليب تقنبها دائما نحن نبدأ أول شيء عندنا نحلل البرنامج أو المشروع بشكل كامل ما هي احتمالات الخطر ما هي احتمالات الثغرات الممكنة طبعا الهكر أو المخترقين بشكل كبير كثر أفكار مختلفة عقول كثيرة فأنت تحصل شخص اخترق وحصل ثغرة فتحاول تتعامل حدوثها بالرغم منها دائما هم متقدمين عنها بخطوة لكن ما زلنا خلنا نقول أنهم متفرغين في البحث عن هذه الثغرات طبعا طيب إذا تكلمنا عنك أنت معتصم هل تخبرة في مجال القرصنة أنا أتوقع إذا صارت لك خبرة في مجال القرصنة ستعرف ما هي الثغرات وكيفية الوصول لها وكيفية معالجتها أيضا مجال القرصنة لا لكن مجال الحماية الإلكترونية للتطبيقات وأعمالي هذا ضروري ضروري طيب أوصل مرحلة إنتاجي أريد أعرضه لزبون أو شيء فإن يوقف أو تصير عندي خطأ ما متوقع أنه في مرحلة العرف أنا أريد أسلم مشروعي فالبرنامج مثلا يوقف برنامج يصير له يوقف السيرفر الذي عملت عليه طيب يعني ما السببب إذا تحدثنا عن الأسباب ممكن هذا الشيء يعرقل أيضا آلية البيع والشراء مع الزبون أو العميل الذي يحتاج هذا البرنامج فلما يشوف هذه المشكلة يعني رح تتلاشى رغبته من خلال التعاون معك صارت محوادث أنه تتلاشى لكن حاولت دائما أن أتفاد هذه الأمور فأخبر العميل بكل شيء أيو أنا أشياء واردة بشاء الواردة دائما أحاول أدخل العميلي في فترة الإنتاج شخص أنا أخفت مشروع معه دائما هو يكون متابع وين وصلت بين فترة والثانية أقول له أنا وصلت إلى المرحلة الفلانية هل تريد متابع أو لا هذا المناسب لك أم لا وإذا لم يكن لديه خبرة أو خلفية هذا المجال هو ما مش على خبرة العميل دائما لا نأخذ خبرة في البرمجة نأخذ خبرة هل هذا المنتج الذي ترغب فيه أم لا أيو فإذا كان شيء يعارض المنتج الذي يريده فهو دائما يخبر أنا لا أريد هذا بسط مثال واقهة مستخدم بسيطة يقول أنا لا أريد الواقهة هذا جيد نحن تكلمنا عن المجال التجاري بشكل كبير ولكن أنا عندي سؤال وتوقع المشاهد نفس الشي عنده هذا السؤال أنتم المبرمجين أثناء برمجتكم وإصداركم لبرنامج معين وبعد ذلك تنزيله في الأسواق الإلكترونية ما هي الفائدة التي تعود لكم مثلا لما تنزل هذا البرنامج وتحميله بالنسبة لي أنا كمستخدمه بشكل مجاني كيف تستفيد في هذا المجال هذا يستفيد منه بفكرة البرنامج هل البرنامج يتسويقي متقر أرض فائدة هم يعتمد لكن تعطيك أبسط مثال جوجل أنتم مقانية تستخدموا معركات بحثة حسابات وإيميلات لكن مباشرة يستفيدوا من كل بيانات كمستخدمين هذا التساؤل دائما نحن التساؤل كمستخدمين هذه البرامج ننزلها بألاف مؤلفة حتى التطبيقات نستخدمها مواقع التواصل اجتماعي احذف ونزل طيب مختلع هذا البرنامج كيف رح يستفيد يستفيد من البيانات يستفيد من الإعلانات يستفيد من عمليات البيع والشراء وإذا تحدثنا عنك مثلا في هذا البرنامج كيف رح تستفيد هذا البرنامج رح يستفيد من عمليات البيع والشراء وإذا كان في إعلانات مستقبلا إذا كان شخص يريد يعلن للمستخدمين هناك هذه المساحة ضرورية مساحة الإعلانات دائما طيب نتحدث عن قادم أعمالك في مجال البرمجة المتصم قادم أعمالي علينا أن أشتغل على أنظمة الشركات بغمه ERP Systems ودخلت مقال الذكاء الاصطناعي أيها وكيف شفت هذا المجال؟ مقال بدايتي صعبة شوي لكن إن شاء الله وصوصا إنه مجال رائج حاليا جدا يعني إيش المميزات اللي لفتت انتباهك في هذا المجال مقال الذكاء الاصطناعي في الحقيقة أحبت بدل الفترة أحبت البرامج تتفاعل بشكل أكبر بما أني تابعت برامج كثيرة برامج كانت محدودة فقلت أنا ليش البرامج ما يعمل مثلا وظيفة أو يتعامل مع المزابون بشكل مباشر بنفسه فكانت هذه الفكرة ولاحظت أن الذكاء الاصطناعي طلع بشكل كبير فتحركت فيه جيد قبل أن نختم هذا الحديث معتصم كثير من المسابقات قد تقام في هذا المجال مجال البرمجة هل أنت من الأشخاص اللي محبينكم تشاركوا في هذه المسابقات؟ طبعا لماذا؟ أولا تابع نفسي وين وصلت؟ هل أنا قد المسابقات هذه؟ هل أنا مستعد لكون المسابقة أو لعرض عمل مميز في هذه المسابقة؟ نفس الشيء تحدياتي ذاتية جميل أنك أنت تحاول تتفاعل هذه التحديات من خلال مشاركتك المسابقات تكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف جميل جدا نحن نتمنى لكل التوفيق معتصم الحضرمي في هذا المجال شكرا لك إذن مشاهدين هذا كان حديثنا في فقرات شبابكم والبرمجة الإلكترونية مع معتصم الحضرمي شكرا لكم موسيقى 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 مشاهدين وصلنا لفقرة أكيد نقدر ودائما في هذه الفقرة نصلت الضوء على الجهود الشبابية الفردية لأننا نؤمن أن كل إنسان في هذه الحياة يحمل رسالة حلم وإنجازات يتمنى أن يحققها ويواصل المزيد من النجاحات رح نتحدث اليوم في هذه الفقرة عن قيادة ذوي الإعاقة مع أكرم المعولي والكثير من الإنجازات وسيرة حياتية مليئة بهذه الأحلام أهلا وسهلا بك أكرم سهلا وسهلا فيكم حياكم الله ومساكم الله بالخير مرحبا فيكم إن شاء الله حياك الله في برنامج شبابنا والنعم وإذا نتحدث في البداية أو نتساءل أو نعرف المشاهد من هو أكرم المعولي أنا من سكان مسقط طبعا عندي إعاقة حركية طبعا هذه الإعاقة من لما كان عمري سنتين والله لحمت قدرت أني أتغلب على كثير من التحديات خصوصا في بداية الإعاقة والتي تتزامن مع بداية المراحل الدراسية في وقت كان الوعي اتقاه احتياجات ذوي الإعاقة قليلة في هذا الوقت ومتطلباتهم كانت قليلة فكانت لدي بعض الأحلام والطموحات بأنه نرقى بفكر المجتمع في كافة القوانب سواء من الناحية الصحية أو من الناحية التعليمية أو حتى في مجال التوظيف نرقى بفكر المجتمع تقاه ذوي الإعاقة أو نظرتهم تقاه ذوي الإعاقة ونرفع من المستوى اللي كنت أعتقد أنه متدني إلى مستوى يعني معاصر ومتحضر ويعني نتواكب مع المتغيرات الحاصلة يعني في العالم نعم فكانت هذه نقطة الانطلاقة لأكرم المعولي بأن يحاول أن يبدأ بنفضة التغيير وأيضا بأن يحاول أن يغير القناعات الموجودة في المجتمع خلنا نتحدث عن الإنجازات واحدة للآخر هو أنا يعني الحمد لله بعد هذه الفترة من الأمر يعني لاحظت أنه الإنسان الأحلام اللي يتمناها في الصغر يعني سبحان الله يعني تساقله وإذا يركز عليها يعني تسهل تسهل له فكان هدفي في البداية أنه يعني بعد افتتاح قاملة سيطان قابوس كان هدفي أني ألتحق في هذه القامعة ولله الحمد يعني استطعت أني ألتحق في هذه القامعة وكان هدفي أني أدخل في كلية كان سابقا نسمها كلية التجارة والاقتصاد لحين التجارة والعلوم السياسية والحمد لله استطعت أني أنا ألتحق في هذه لقاء في هذه الكلية وبعد التخرج طبعا عملت في وزارة المالية في الموارد البشرية لمدة أربعة سنوات وشعرت بني هنا محتاجي اكتسب خبرة أكبر فبدأت أبحث عن وظيفة هنا وهناك لأنني ألتحقت في مشروع الموج مسقط وعملت معهم لمدة خمس سنوات ونصف ومن ثم قررت أني أبحث عن مقال أرحب والحمد لله توفقت في مركز أعمال المؤتمرات والمعارب بوظيفة مدير المراسم والتنسيق جيد يعني الجميل أنك ما اكتفيت بنقطة معينة أو مرحلة معينة أنك خلاص أنا وصلت ورح أواصل في هذا المسير أو هذا المجال لا انتقلت من وظيفة إلى أخرى وكل وظيفة أهلت لك اكتساب خبرات عديدة صحيح؟ بالفعل يعني في بداية المراحل الوظيفية أو في البداية يعني الإنسان يكتسب بعض القدرات والمهارات وبعض الخبرات لكن بعد فترة من الزمن يشعر بأنه يعني غير مستكفي محتاج ما هو أكثر من ذلك يعني محتاج إلى أنه يكتسب خبرات قيادية محتاج أنه يكتسب مهارات أفضل من السابق وبالتالي تبدأ مرحلة يعني مثل الشخص العطشان يعني ما يرتوي من الشيء اللي هو فيه يبدأ يبحث عن شيء أفضل أو قد يكون أرحم فهذه التنقلات من جهة إلى جهة أخرى الحمد لله يعني استطعت أني أستفيد منها كثير اختلط مع قيادات كثيرة تعلمت مهارات كثيرة أشعر بأن كل مرحلة أهلتني للمرحلة اللي بعدها وأطلع الآن إلى مرحلة ما هو أفضل من ما أنا فيها حاليا وبعد هذا التسلسل الوظيفة أيضا أصبحت لك نشاطات أخرى بدل الوظيفة أيضا بعد ما تعلمت بعد ما كتسبت خبرات أيضا أصبحت لك فعاليات أخرى خليني نتحدث أنشطة في مجالات متعددة مثل اللجان الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة مثل ما ذكرتك في البداية أنه يعني الهدف كان لديه هدف الذي هو يعني رفع مستوى التوعية لدى المجتمع عن قضايا ذوي الإعاقة وكوني شخص من ذوي الإعاقة الحركية كان لابد إلى جانب المهام الوظيفية والعمل والارتباط أنه يكون لي يعني دور آخر في المجتمع سواء يكون تطوعي أو توعوي أو ما شابه فالله الحمدق استطعنا يعني بتأسيس فريق اسمه أداتي حياتي للأعمال الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة وكانت مبادرة من الشركة العمانية للاتصالات وعمان تل أنا ومعي أحد الأخوات وأحد الأخوة أسسنا هذا الفريق في 2014 وكذلك تم اختياري من قبل وزاة الشؤون الرياضية لأن أكون عضو في اللجنة البارالنبية وهي اللجنة المعنية برياضات الأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة وبعد الدورة الأولى اللي هي العضوية السنتين تم تعيني في اللجنة كنائب رئيس للجنة البارالنبية أيها والحمد لله استطعنا خلال الثلاث سنوات الماضية أن الرياضيين من دول إعاقة يحققوا الكثير من الإنجازات وشهدنا قبل أسبوع إنجازات رياضية أثناء مشاركة الرياضيين من دول إعاقة في بطولة فزاعة دولية لألعاب القوى استطعنا نحقق ذهبية وبرونزية وعدد من الفضيات والله الحمد بدأت أشعر بأن الأهداف التي كنت أسعى لتحقيقها تقاه قضايا دول إعاقة بدأت أن نقني ثمارها ودى تتحقق نتحدث عن مشروع أو مبادرة أداتي حياتي ذكرت أنها مبادرة فنية جمعت مختلف الفناني من دول إعاقة خبرنا أكثر عنها هذه كانت مثل ما ذكرت لك مبادرة من الشركة العمانية للإتصالات وعمان تل في سنة 2014 رغبوا بأنهم يعملوا شيء بمناسبة اليوم لعالم الأشخاص دول إعاقة وهو يصادف 3 ديسمبر من كل عام فقاءت الفكرة إلى إقامة معرض فني يجمع أعمال الأشخاص دول إعاقة فبدأنا نبحث عن أشخاص من دول إعاقة فنانين في مجالات مختلفة في الرسم النحت التصوير الفنون التشكيلية وما شابها فاستطعنا إلى الحمد تجميع ما يقارب 15 فنان وفنانة من إعاقات مختلفة في عنا الإعاقة الحركية في عنا إعاقة سمعية وفي عنا إعاقة بصرية فنظمنا أول معرض وكان الأساس هو تنظيم معرض واحد فقط فاستطعنا تنظيم أول معرض كان في سيتي سنتر مصقط ولكن بعد النقاح الكبير اللي لقاه المعرض هذا قررت المجموعة بإنها تستمر وتقيم معرض تنظيم معارض أكثر مختلفة فالحمد بعد أربع سنوات أقمنا فيما يقارب ستة أو سبعة معارض والهدف طبعا السامي اللي نسعاله من خلال تنظيم هذا المعارض أنه نبرز للمجتمع أن الأشخاص من دول إعاقة عندهم مواهب فنية وهم لا تقل عن الآخرين يستطيعوا أن يعبروا عن ما بداخلهم مهما كانت تحديات وصعوبات الإعاقة ولكن قادرين يكون لهم حس وإنتاج فني مختلف سواء في التصوير الضوئي أو في الفنون التشكيلية أو حتى في النحت فعندنا شخص كفيف اسمه وليد الهاشمي طمهائي كفيف لكن هنا حتى أقلام خشبية من الأشخاص المعروفين بالضبط فعندنا كذلك عدد من الفنانات من دول إعاقة الحركية مصورات وفنانات تشكيلية فمن خلال المعارض اللي أقمناها لاقت رواقي كبير قدام أصبحنا يعني كل فترة نتقبل عروض مختلفة لتنظيم معارض في بعض المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة يعني من وجهة نظرك وكما كنت أيضا كنت تنظم هذه المعارض وأيضا مشارك فيها هل حققتم الهدف اللي رسمته من خلال هذه المعارض اللي هو إبراز هذه المواهب من أجل المجتمع وإيصال صوتهم؟ بالفعل أنا أشعر بأننا استطعنا والله الحمد بقهود القائمين على هذه المجموعة أنه يعني نحقق الهدف اللي نطمح له في وقت قصير جدا وخصوصا مع توافر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح من السهل أنه يعني ننشر دعوة لحضور هذا المعارض فعلا يعني نشعر بأنه الكثير يحرص على أنه يحضر هذه المعارض ويقتني الأعمال الفنية سواء كانوا أفراد أو كمؤسسات فالحمد لله يعني أستطيع القول بأنه نحن تقاوزنا الهدف ونسعى إلى يعني وضع أهداف أسماء وأكبر حتى إلى أنه ضمن أهدافنا أنه ننسعى لتنظيم معارض خارج السلطة جميل لكن إذا تحدثنا عن أفراد أنفسهم المشاركين اللي هم من ذوي الإعاقة هل كان فيه نوع من التردد أثناء مشاركتهم أثناء إرسال الدعوات أو استضافتهم من أجل تنظيم هذا المعارض هل فيه نوع من التردد أو نوع من الرفض أنه ممانعة ما يحبون أنهم يشاركوا مثل هذه المعارض بشكل عام فيه بداية كل مرحلة من مراحل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام يعني ينتابه نوع من التردد وأنه يشعر بأنه شخص مختلف وأنه صعب أنه يعني يبرز فيه من مقرد حدث واحد ولكن مقرد ما أنه يقدم على هذه الخطوة ويبدأ أنه يختلط بالآخرين ويبدأ أنه يعرض أعماله سواء كانت أعمال فنية وحتى كأفكار حتى ويشعر ردات فعل المجتمع تقاهه بناحية الدعم والتحفيز والمجتمع تتولد لديه ثقة بأنه فعلا هو يعني ما أقل من الآخرين وأنه قادر على أنه يعني هذا صحيح ولله الحمد لله هذه المجموعة طبعا هي متقانسة ومتآلفة ومنظمة فعندنا مجموعة في الواتس أب يعني منظم من خلالها نتفق من خلالها طبعا نحن ما حرصنا فقط إلى تنظيم معارض القائمين على المجموعة هذه ما حرصنا فقط إلى تنظيم معارض وإنما سعينا إلى يعني الاستعانة ببعض المدربين في مجال الإدارة في مجال استغلال الوقت إلى تقديم محاضرات لهم هؤلاء بحيث أنهم يكونوا أكثر منتجين يكونوا أكثر منظمين يكونوا أكثر محترفين في مجالات مختلفة تعزز من أعمالهم الفنية لكن كيف ارتأيتم إلى هذا النقطة بالضبط حيث أنكم تذكرت أن هذه المعارض فقط لإبراز المواهب الفنية لديهم ولكن هذه النقطة بالضبط هي الاستعانة لبعض المدربين وتأسيسهم بشكل جيد إقناعهم أيضا أنهم أشخاص منتجين في المجتمع لأنه أنا ذكرت لك في بداية حديثنا أن الأشخاص من ذوي الإعاقة أو المجتمع محتاجة توعية فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتوظيف مثلا التعليم لو قلسنا نركز على التعليم لو وقدنا أنه حسب حسب الإحصائية أو تعداد تعداد السلطنة عام 2010 لو وقدنا أنه نسبة الأمية في ذوي الإعاقة مرتفعة جدا وبالتالي ينبغي أنه يعني نحرص إلى تعزيز القانب التعليمي لديهم وإلحاقهم ببعض الدورات التي تكسبهم مهارات تساعدهم حتى في هواياتهم ليس شرط في الوظيفة نعم فبدأنا نبحث عن بعض الأشخاص اللي هم مدربين دوليين عمانيين من باب التطوع وقدموا لنا عدد من الورشات من المحاضرات لرفع المستوى يعني التعليمي لديهم الفكري كذلك ولله الحمد يعني استفادوا كثير وأصبحوا يعني أكثر يعني النضغ عندهم لديهم بشكل أكبر يقدروا المكتسبات يقدروا القدرات اللي لديهم يعني وصلنا إلى ما نريده مثل ما ذكرتك سابقا وتخطينا جيد ونأمل أنه نحقق أهداف يعني خارق الصندوق بإذن الله طيب الحديث عن هذه المبادرة وأيضا الفارق اللي وصلتم له وأيضا الهدف اللي يعني حققتموه يمكن ساعد أن تصلوا أيضا إلى مراحل أخرى وأيضا تصلوا إلى إنجازات أخرى إذا تحدثنا عن إنجازات آخر من إنجازاتك أكرم المعولي وهو تكريمك في يوم الشباب لعام 2017 حدثنا كثير عنه عام 2017 يعني كان بالنسبة لي عام شئية مختلف وكان أبرزها مثل ما تفضلتي اللي هو التكريم في يوم الشباب العماني كان في صلالة وسبب التكريم هو النشاط الشخصي في مقال ذو الإعاقة مختلفة من حيث التوعية في وسائل التواصل الاجتماعي من حيث المبادرات من حيث تبني قضاياهم في مقلس الشورى الرياضة رياضة الأشخاص ذو الإعاقة نعم فهذا التكريم يعني أعطاني دافع لأننا أستمر في هذا المقال لأن البعض يعني قد يتبنى بعض الأشخاص بعض القضايا ولكنهم بسبب يعني ضعف التشجيع أو التحفيس لا يستمروا في هذا لكن الحمد لله لدي دافع داخلي في البداية وليس التكريم هو الشيء الرئيسي ولكنه كان كدافع كان كتذكير لي بأنه هناك من يقدر من يقدر إنجازات الأشخاص من يقدر من يقدر دورهم في المجتمع يعني جاء تكريمك في يوم الشباب وأنك فاعل وناشط أيضا في الحديث أو أنك متحدث عن ذوي الإعاقة وفي قضايا مختلفة ونشر التوعية في المجتمع ذكرنا أنك أنت ناشط وأيضا فعال في هذه المجالات لكن من خلال حديثك استشعرت أن لربما إذا تحدثنا عن التحديات أو الضغوطات بالنسبة لك أنت اللي هو التوعية المتواجدة حاليا في المجتمع ولي تحاولون أنكم أنتم تتخطوها وأيضا تتحاولون أنكم تنشروها بالشكل الأكبر هل وصلتم للنقطة اللي أنت رسمها واللي أنت محددنها؟ في البداية لما بديت أنا في هذا المجال بديت مقال التوعية كان من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان في 2013 وهذاك الوقت كان يعني قليل من المبادرات اللي تعنى بقضايا الأشخاص اللي أعقوا تطلعاتهم وطموحاتهم ولكن أصبحنا الآن يعني نجد ما يمر أسبوع إلا نجد هناك نشاط أنه في فريق تطوعي إنظم أمسية أو إنظم مبادرة توعوية وهذا شيء قيد جدا ولكن ينبغي أن يكون بشكل أكثر منظم وأنه يحقق أهدافه لأنه أنا دخلت في بعض المجموعات التوعوية ولكن ما استمرت ولذلك يشعر الواحد بالأسف أنه فيه جهود تبذل في البداية ولكن ما تتسم بالاستمرارية فالكثير يضغط نفسه في البداية لوضع الأسس والعنظمة لهذه المجموعات ولكن يجد أنه وضع الكثير وما يستطيع أنه يستمر فالقليل البسيط ولم يستمر أفضل بأنه يكون شيء كبير وما يقدر يحقق وبعد ذلك يصل إلى مرحلة أنه يتوقف فيها نتمنى لك كل التوفيق أكرم المعولي وأنك تواصل هذه المسيرة وتواصل رسم أحلامك وأيضا تحقيقها إلى إنجازات متواصلة بإذن الله شكرا لك وجودك معنا في برنامج الشبابنا والنعم شكرا جزيلا لكم هذه الاستضافة وفقكم الله إذن متابعينا هذا كان حديثنا في فقرة أكيد نقدر شكرا لكم موسيقى 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 مشاهدين إلى هنا وصلنا لختام حلقتنا من شبابنا والنعم بعدما مررنا بمحطات مختلفة مبادرات شبابكم وأكيد نقدر الملتقى يتجدد الأسبوع المقبل فإلى اللقاء تكلمني على داخل شي بس بس خلاص دامح ما تقال له تغير اشتركوا في القناة